اشتركوا في القناة ده بالتأكيد عندنا اخبار جديدة عندنا موضوعات مهمة جدا عندنا تخطية من مقر النادي الاهلي بالجزيرة لتكريم مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لفريق كرة اليد رجال وسيدات على الانجازات الطيبة التي تحققت خلال هذا المسم الحمد لله النادي الاهلي خلال هذا المسم في نجاحات على كافة الاصعيدة وكافة المستويات سواء فريق الكرة ألعاب الصلاة الألعاب الجامعية حتى على مستوى الانشاءات والمفاجآت المرتقبة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة حالة فاكة وليس كتيرة تفاصيل مهمة هنينفي بعض الموضوعات وعندنا النهاردة انفراد أو اتنين في بعض القضايا المثارة على السوشيال ميديا في تفاصيل كثيرة في بيجات وفي أخبار بتنتشر بشكل خطأ النهاردة هنتكلم عليها كمان هنتكلم على تطورات جديدة في موضوع التحكيم خلال الفترة اللي جاية حلقة كالعادة الحمد لله هتكون مليئة بالكواليس والتفاصيل والأخبار المهمة وأكيد هيكون فيه إطلالة على معسكر منتخبنا الوطني اللي بيستعد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مباراتين همتين يوم ستة ويوم عشر يونيو أمام بوركينا فاسو أمام غينيا بيساو في الجولة الثالثة والجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم المؤهلة للولايات المتحدة الأمريكية عشرين ستة وعشرين حلقة زي ما قلت فيها كواليس كتيرة ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة كده عايز الناس تدخل وتشارك معنا وتبدي رأيها مبكرا هل توافق على إقامة بطولة السوبر ليجي الإفريقي بنفس نظام العام الماضي لقاءات النوك أوت زهاب إياب أم تقام بنظام الدورة المجمعة أفضل تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات البرنامج في صفحات السوشيال ميديا لقناة الأهلي وفي الجزء الأخير إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من قراءكم ومشاركاتكم على سؤال حلقة النهاردة في فكرة السوبر ليجي الدوري الإفريقي يتلعب بنفس نظام العام الماضي نوك أوت زهاب إياب ولا تبقى دورة مجمعة في مكان محيد أو فريقي يصطديف هذه البطولة طبعا من بدر حد نتكلم في التفاصيل دي في الظل إن ما فيش مباراة رسمية دلوقتي ولكن أكيد خلال شهر شهرين الاتحاد الإفريقي يتخذ عدة قرارات لعدة ملفات بالتأكيد بتهم يعني كل المتابعين للمسابقات الإفريقية في الموسم المقبل 20-24-20-25 لكن دلوقتي نروح لي أهم العنون البداية في ترند الأهلي صراع متواصل بين الأهلي وريال مدريد وكمان الخطيب يكرم فريق كرة اليد رجال وسيدات وفي الترند العالمي ريال مدريد يقترب من إعلان صفقة بابي فوز الريال بالأمس أكيد وسع الفارق وزاد الفجوة في العدد المباريات أو بطولات القرية ما بينه بين النادي الأهلي الريال مدريد حاليا 30 بطولة قرية النادي الأهلي 26 بطولة قرية كنت أعتمنى بالطبع خسارة ريال مدريد عشان نقترب من لقب الأكثر تتويجا على مستوى العالم في إحراز البطولات القرية ولكن لسه هناك منافسات عديدة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة وجميل جدا الصراع اللي احنا بنتكلم فيه ما بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا ودائما النادي الأهلي ما بيخش في مقارنات بيقارن بأكبر الأندية العالمية والأوروبية سواء على المستوى الرسمي في المباريات اللي بتقام تحت مظلة الفيفا أو حتى في الأرقام والإحصائيات اللي بنستعرضها من خلال برامج شاشة قناة الأهلي في الفترة الأخيرة طب نروح لإستعراض مباريات اليوم والنهاردة في مباراة في كأس مصر دور الـ 32 نقدر نقول في دور الـ 32 النهاردة فيه درب سكندري يعني الاتحاد السكندري هيلعب مع أبو إيرلي الأسماد أبو إيرلي الأسماد على فكرة بيتبع منطقة الأسكندرية فهنشوف النهاردة هل المباراة ممكن يكون فيها مفاجأة ولا لأ ولكن مباراة النهاردة هتبقى بالساعة 8 مساء بإذن الله طبعا النهاردة كمان فيه مباراة بتقام في هذه اللحظات في دورة الترقي للصعود للدور الممتاز ومباراة قوية جدا وكلها بيتم إسناد إدارة هذه اللقاط لحكام دوليين ولكن بالطبع لما نقترب من المرحل النهائية لدورة الترقي هنتكلم على الفريق الأعرب للصعود إلى الدوري نايل دوري المحترفين خلال الفترة اللي جاية نهرج إلى فاصل ثم نواصل بنتكلم على المنافسة لما بين النادي الأهل ونادي ريال مدريد على لقب الأكثر تتويجا يمكن خلاص الفرق التسع لأربع ألقاب بعد فوز الريال بالأمس على بروسيا دورت ومند بهدفين مقابل للشيء وأصبح دلوقتي الريال عنده 30 بطولة قرية لسه عنده سوبر أوروبي هيشارك مع النادي الأهل في بطولة انتر كونتيننتل بتاعة الفيفا اللي هتتنظم لأول مرة ولكن طبعا الريال هيلعب مباراة واحدة هي المباراة النهائية هينتظر أن الفرق كلها تصف مع بعض عشان في الآخر تلعب مع الفريق اللي هيجي لك من التصفيات ما بين أفريقيا وأسيا وأوكيانوسيا ثم مواجهة ما بين بطل كوبا لبرتادوريس مع أمريكا الشمالية للنهاردة على فكرة خلاص تحدد أنه هيكون هذا الفريق هو فريق باتشوكا المكسيكي فالريال عنده فرصة أنه يزود والنادي الأهل أكيد برضو عنده فرصة أنه يزود ولكن جميل المنافسة اللي بنتكلم عليها دايما ما بين النادي الأهل ونادي ريال مدريد وحتى على مستوى الإدارات فيه تواصل مستمر ما بين الإدارتين في فترات تصابقة اللي قدامكم على الشاشة على فكرة ده نظام بطولة انتر كونتيننتل واللي تكلمنا فيها قبل كده في حلقات تصابقة ولكن خلاص احنا عارفين دلوقتي النظام الأهلي والعين وأوكلاند سيتي في قراءة هتتعامل ما بين الأهلي والعين والفايز يعني اللي هيطلع من القرعة هو اللي هيلعب مع أوكلاند سيتي والمباراة هتكون على ملعب بطل أفريقي أو بطل آسيا والفريق اللي هيبقى باي هيستنى الكسبان بس نفترض لو الأهلي باي ويلعب الجولة التانية هينتظر مثلا الفائز بين العين وأوكلاند سيتي والمباراة هتكون في استاد القاهرة أو في مصر لصالح النادي الأهلي وهيبقى فيه منافسة ما بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية والكسبان منهم هينتظر الفائز ما بين الجولتين بتاعه الأهلي والعين وأوكلاند سيتي ثم النهائي يوم 18-12 على فكرة السيمي فاينال والفاينال 14-18 ديسمبر ولكن في ملاعب محايدة لم يحددها الفيفا والفيفا لسه ما حددش معاد القرعة اللي عن حدد فيها الأهلي ولا العين اللي هي لعبه الجولة الأولى فكل ده لسه قدامه شوية وقت على ما الفيفا يحدد كل هذه التفاصيل لأن الفيفا دلوقتي مشغول أكتر بفكرة منديال الأندلة يتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية 20-25 لسه فيه تفاصيل ولسه فيه اجتماعات مهمة جدا فيه الأيام اللي جايه كنا هنا تكلمنا على الجوائز واتكلمنا على نظام البطولة وهتتلعب فين والولايات اللي هتصطديف البطولة معظم الولايات كلها اللي هتصطديف كاس عالم 20-26 هي اللي هتصطديف مباريات 20-25 سواء في ولاية فلوريدا أو حتى في ولايات غرب الولايات المتحدة الأمريكية عدة ولايات وأكيد البطولة هيبقى فيها تفاصيل كتيرة والمنافسات كمان هتبقى قوية جدا وحنا لدلوقتي بنتكلم يعني من 32 نادي حاليا حاليا فيه حوالي 28 أو 27 نادي خلاص تأكد تأهلهم أخيره من النهاردة باتشوكا الميكسيكي طيب ده ملف الملف التاني ويمكن سوشيال ميديا ابتدت تنشر كده حاجات بتعمل بلبلة وبتبقى حاجات مش رسمية وحاجات فيها نسبة كبيرة من الفابركة هو الأمر مش بيخص النادي الآن تحديدا ولكن شغل بالكل الناس سواء الأهلوية أو حتى مش الأهلوية بوست انتشر وخبر انتشر إن الاتحاد الأفريقي حضر قيمة بأسماء الأندية اللي هيتم استبعادها من المشاركة في الموسم الأفريقي المقبل نتيجة إن الأندية دي عندها مشاكل في ملفات الترخيص طبعا مش منطق إن الكافي طلع لستة بقيمة أسماء الأندية اللي هتستبعد ده بادي زي بدء يعني كلام ده أصلا ما بيحصلش ثانيا وده خبر بقول لحضراتكم إن في مهلة الاتحاد الأفريقي منحها لكل الاتحادات اللي بتخاطب أنديتها عشان تحضر ملفات الترخيص إن كان آخر معاد لإرسال شروط أو ملفات الأندية واحد ستة أنا بقول لحضراتكم النهاردة ودي خبر جديد إن تم مد المهلة لـ 22.6 ففكرة إن فيه لستة بقيمة الأندية ممنوعة من المشاركة ده كله كلام يعني إيه شغل السوشيال ميديا كلام مش حقيقي أيا كان أسماء الأندية ممكن أنا حتى مراكستش في الأسماء كتير لأن أنا شايف معظمهم أصلا كلام كتير مش هيبقى حقيقي وعلى الأرض الواقع مش هيحصل فالكاف مد المهلة لـ 22.6 أدي واحد اتنين فكرة أصل الأندية دي عليها مديونيات وعليها قضايا وفيه منع قيد الكاف في ليحة الترخيص حدد موعيد محددة لو أنت عليك حكم نهائي من الكاس من المحكمة الردية الدولية ولو عليك حكم نهائي إم تتسوي الحكم ده عشان تقدم الملف بتاعك ويتم الموافق عليه ما يتمش رفضه فعموما كده دون الخطف التفاصيل أنا عارف هنا تفاصيل معقدة شوية بالبلد كده أي نادي أي نادي في القرى الإفريقية عليه حكم نهائي صادر من المحكمة الرياضية بمستحقات سواء للاعبين أو لأندية وهذا الحكم صدر من خلاله منع قيد تاريخ إصدار هذا الحكم لازم يكون قبل 31 مارس أي حكم صدر بعد 31 مارس ما يمنعكش من المشاركة في إفريقيا يعني حكم صدر في إبريل ما يمنعكش من المشاركة في إفريقيا بس لازم تختر الكاف إن أنت في عندك حكم وإنت لسه بتستانف ولسه عندك إجراءات قضائية لازم تختر الكاف لكن لو أي حكم صدر بعد 31 ما يمنعكش طب صدر قبل 31 الكاف بيديك مهلة المهلة دي إمتى بتبقى المدة ستين يوم قبل 31 خمسة لازم تقول للكاف أنا سويت وخلصت القضية دي القيد اترفع أو منع القيد اترفع من علي وهقدر أشارك أو هقدر أقيد لعيبة ومعنتش مشكلة هي دي المهلة اللي هي المتعلقة بـ 31 خمسة لو أنت عليك حكم قبل 31 مارس ولكن عموما تم مد مهلة إرسال الملفات لـ 226 فالبوستة اللي انتشر والكلام اللي اتكتب في بعض المواقع أنا بقول لكم كلام عاري تمام من الصحة ما فيش أندية اتمنعت من المشاركة في البطولة الإفريقية لسه معاد مد الملفات موعيد مد الملفات لغاية 226 وبعد 226 لجنة الترخيص سواء في الاتحادات الوطنية أو الاتحاد الإفريقية تجتمع وتنظر في الملفات ولو لقيت فيه أخطاء هتختر الأندية والاتحادات الوطنية وبعدها يبقى فيه جلسة استئناف فالموضوع مطول ففيه قيمة بأسماء الأندية الكلام ده كله كلام يعني إيه شغل سوشيال ميديا مش حقي طيب عايز أروح كمان لملف تاني وهنا لما بيكون عندنا معلومة أو عندنا موضوع وقضية بنترحها أكيد بنفرح جدا ومبنبقى سعاداء إن بعد مرور الوقت كل كلمة بنقولها بتحصل وفي فترة من الفترات كده كنا بنتكلم على ملف التحكيم وشغل لجنة الحكام في الاتحاد المصري بشكل مكسف هنا من برنامج الترنت وفي نفس اللحظة نادي الأهلي كان أصدر بيان لو نرجع كده ونعمل فلاش باك لحاجة حصلت من حوالي 3 أسابيع نادي الأهلي كان أصدر بيان واتكلم على إنه هيستعين بحكام أجانب في بعض المباريات الفترة اللي جاية نتيجة الأخطاء الجسيمة اللي بنشوفها من الحكام هنا في برنامج الترنت لما طلقت اتكلمت في القضية دي حطيت إيه دي على المشكلة وقلت المشكلة فين ووقتها اتكلمت على إن لجنة الحكام عندها مشاكل كبيرة جدا تعالوا نسمع ونشوف احنا قلنا إيه هنا على شاشة قناة الأهلي يوم 13.05 وشرحنا وقلنا مشاكل التحكيم سببها إيه؟ لأنه هرجع بعد الفيديو ده عندي خبر مهم جدا له لهذا الكلام ما كانش حصل دلوقتي ولا كانت اتخذ فيه قرار دلوقتي والقرار ده هيبدأ يتنفذ من بقرة تعالوا نسمع ونشوف ونرجع لأنه عندي خبر مهم جدا هعالنه ليه لجنة الحكام خادت الكلام ده واشتغلت عليه وإيه اللي هتعمله بتدائم من بقرة عشان المشاكل اللي حصلت وبيان النادي الأهلي إزاي بريرة تعامل معاه بشكل رسمي مع مجلس إدارة اتحاد الكرة نتابع أنا اكتشفت كمان من الحاجات الغريبة إن بريرة مش بيعمل محاضرات للحكام الكابتن محمد فاروق مش محاضر تحكيمي عدد من أعضاء اللجنة ما بيستعينوش حتى بالمحاضرين اللي موجودين برا وده أمر أنا شايفه غلط كبير يعني هل اللجنة بتستعين بالكابتن جمال غندور ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالكابتن تامر دوري ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالحكام اللي عندهم لايسنز ودراسات وقرصات حتى اللي كانوا موجودين في رواندا قبل كده ما بشوفش ده ليه أنا أنا مش قادر أتخيل برضه وأفهم هل اللجنة بتشتغل مع الحكام بدون محاضرات مش عارف برضه ده بيشتغل إزاي عشان جدر أهل النهاردة بيتكلم على حكام أجانب وليه الحق الكامل إنه يطلب حكام أجانب ليه بيطلب حكام أجانب لأنه شايف لجنة ما بتشتغلش شايف خبير أجنبي المفروض كان جاي بعقلية الأجانب والأوروبيين اللي هيشتغلوا ويديروا ما بقاش يشتغل بالشكل ده بقى يشتغل بالشكل اللي ممكن يتقلق خليك كده حدش يزعل بريرا في فترة من الفترات كان بيعين حكام كان بيتم تغيير الحكام وفي مباراة الأهل والزمالك اتغير طاقم تحكيم مباراة نهاء الكسف السعودية وبريرا ساعتها هدت بالرحيل بعد ما تغير مشي لا ما مشيش يبقى أنا هنا وقتها أحط مليون علامة استفهام أنت لو خبير أجنبي وعايز تشتغل صح ما تش هتسمح لحد أن يقصر المنظومة اللي أنت حاطتها بس بما إنك سمحت أن المنظومة قصرت لا يبقى تعالي هنا نبدأ أنا حزبك نقولك أنت بتشتغل إزاي اتحاد الكورة والأستاذ جمال علام بعد هذه الحلقة تحديدا يوم 13.05 وانا فضلت ساكت الفترة دي كلها كان عندنا مبارات الترجي ومتشار أفريقيا ومتشار أفريقيا ومتشار أفتاح الملف دا تاني بس بعد الحلقة دي الأستاذ جمال علام والأستاذ واليد العطار اجتمع بفيتور بريرا وقال له هو أنت ما بتعملش محاضرات للحكام هو ما فيش حد في اللجنة معاك بيعمل محاضرات للحكام الكلام اللي تقال ده أنا عايز رد عليه هنا بريرا رد على اتحاد الكورة وقال لهم إيه أنا عندي مشكلة أن معظم أعضاء اللجنة مش محاضرين وانا قلت حتى بالاسم وقتها نائب رئيس اللجنة كابتن محمد فاروق مش محاضر تحكيمي فيه أعضاء في اللجنة محاضرين يعني زي مثلا الكابتن مجد رزق المسؤول عن تقنية الفار ولكن اللجنة ما بتعملش محاضرات ما بتعملش شغل عمل في الملاعب ما بتجيبش الحكام كده في معسكر وتعمل شغل عملي فالراجل اشتكى قال آه أنا عندي مشكلة وهل وقتها أنا مش عارف بريرا حاب يرمي المسؤولية لعضاء اللجنة وهل اللجنة عرفت أن بريرا رمى المسؤولية عليهم والاتحاد قال لهم الكلام ده ولا؟ لأ أنا معرفش أنا بس بقول لكم دلوقتي إلا حصل أنا طبعا مش بوقعي الناس في بعضها بس أنا بقول لحضراتكم إلا حصل اللجنة وقتها بريرا آه 물adura أنا عند مشكلة في اللجنة محدش في اللجنة متعاون مفيش محاضرات اللي معايا معظمه مش محاضرين فعايز اعمل مؤسكرات عايز اعمل محاضرات طب انت بتعملش محاضرات ليه يا بيريرا طب خدوا بقى المفاجأة وانا وقتها لما اتكلمت على بعض الاسماء اللي قلت هي الاسماء دي ليه ما بيتمش الاستعانة بيها عشان تعمل محاضرات تحكمية للحكام ويتم يبقى فيه شغل عملي في الملاعب عشان كده بنشوف اخطاء كتيرة في المباريات وزكرت قلت الكابتن جمال الغندور والكابتن تامر دوري دول كلهم محاضرين فيفا وكان فيه كمان الكابتن ناصر عباس وكابتن احمد الشناوي فيه اسماء كبيرة جدا ولكن وقتها وزكرت قلت انت حتى لم تستعين باسماء اشتغلوا وحضروا معسكرات افريقية في رواندا والفقرة هي موجودة واسمعناها كلنا والمعسكر ده على فكرة حضروا الكابتن احمد ابو العلا والكابتن سيد مراد والكابتن احمد ابو العلا موجود في اللجنة على فكرة يعني هو موجود في اللجنة مع بيريرا ولكن خدوا المفاجأة لما اتكلمت في الحلقة واتكلمت على معسكر رواندا لجنة الحكام استعانت بمين بناء على الكلام اللي احنا قلناه ان اخر التعليمات اللي صدرت في معسكر رواندا كان مين موجود فيها الكابتن السيد مراد عضو اللجنة السابقة واللي حاليا محاضر في الاتحاد الافريقي ومراقب مباريات في الاتحاد الافريقي لجنة الحكام استعانت به وبرير عقد عدة اجتماعات مع الكابتن سيد مراد خلال الفترة الأخيرة على مدار 15 يوم حصل 3 اجتماعات ومن بكرة رداً على الكلام اللي احنا قلناه لجنة الحكام هتعمل أول معسكر للحكام غداً في منطقة السويس لمدة 48 ساعة لحكام الساحة وبعد معسكر حكام الساحة هيتم الاستعانة أو هيتم تواجد حكام مساعدين عدد أسماء الحكام في المعسكر يمكن الرقم مش معايا بشكل دقيق يعني حاجة و30 حكام ساحة وحاجة و50 حكام مساعد بكرة هيبدأ المعسكر بشكل عملي ومحاضرات نظرية وعملية لمدة حوالي 4-5 أيام يومين لحكام الساحة وحوالي يومين 3 للحكام المساعدين هنا الحمد لله لما بننتقد موقف ولما بنتكلم على مشكلة موجودة في أي قضية بيبقى هدفنا الصالح العام ولما بنقول معلومة بتوصل للمسؤول والمسؤول بياخد المعلومة بيشتغل عليها وتم الاستعانة بالمصريين اللي كانوا موجودين في معسكر رواندا هذا المعسكر اللي كان الاتحاد الافريقي بينظمه كمحاضرات للحكام أو للمراقبين أو للمحاضرين اللي هم الدارسين عشان يتم توضيحات بعض الأمور الخاصة يعني تعديلات في قانون اللعبة مفاهيم في موضوع لمسة اليد بيبقى فيه حاجات كتير أكيد احنا الحلقات الجاية هنتكلم عليها واللي كان أبرزه أكيد يعني كان فيه مشكلة في موضوع لمسة يد الكابتن جهاد جريش هتكلم عليها لأنه هم بيحضرش الحاجات اللي بتكلم عليها دي يعني الحاجات دي أكيدا هتكلم عليها لفترة الجاية وهتكلم على مين في مصر محاضر تحكيمي ومين مراقب حكام ومين لا محاضر ولا مراقب ولا خبير فيه ناس ممكن تعتمد في شغلها على أنها حكام سابقين ماشي حكم سابق بس الدراسات مهمة والأسماء اللي طرحتها قبل كده دي ناس درست على فكرة عدد المحاضرين المصريين اللي اشتغلوا في الفيفا ما يكملوش على مداري التاريخ حوالي ستة سبعة من أول يعني الأسماء مش حضرة معي أنا هسيبها الحلقات جاية بس كان فيه كابتن مصطفى كامل محمود كابتن جمال غندور أعتقد حضر حوالي شهرين ثلاثة كابتن أحمد الشناوي حاليا الكابتن أصام عبد الفتاح دخل مؤخرا الكابتن تامر رادوري أعتقد كان فيه اسمي كمان قبل الكابتن مصطفى كامل محمود يعني أنت تتكلم في عدد يدوبك على أصابع الإيد الواحدة أو الاثنين يعني عدد مليل جدا فالخبراء مش كتير فالنهاردة اللجنة هتبدأ تستعيم بأحد خبراء التحكيم اللي حضر اللايسنز اللي كان موجود في رواندا طب فين أعضاء اللجنة؟ طب اللجنة ليه ما فيهاش محاضرين على أعلى مستوى؟ ده السبب اللي احنا بنشوفه أنه فيه مشاكل تحكمية في المباريات واللي اللي نادي الأهلي تكلم عليها وابتدت اللجنة تشتغل بعد بيان الأهلي وبقرأ أول معسقر بعد فترة طويلة جدا بريرة بيشتغل لا بيعمل محاضرات ولا بيعمل معسقرات دي كانت أبرز الأخبار والقضايا اللي كنت عايز أتكلم فيها في حلقة النهاردة من برنامج التريند لسه عندي تفاصيل كثيرة ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل النهاردة بقى كان فيه حدث مهم جدا في مقر نادي الأهلي بالجزيرة قلنا التكريم وقلنا الانتصارات والبطولات والإنجازات على كافة الأصعدة لكن النهاردة فريق كرة اليد رجال وسيدات كان فيه تكريم مهم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب البداية كان باجتماع وحرص مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب على تكريم فريق كرة اليد للسيدات بعد النجاحات اللي اتحققت خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولتين الدوري وكأس مصر وبرونزية بطولة كأس الكقوس الإفريقية يمكن قدامنا هي بعض اللقطات والحاجات اللي اتصورت النهاردة وشايفين طبعا الدروع والكقوس والإنجازات الطيبة اللي اتحققت وشايفين طبعا الشغل الكبير اللي تم في الفترة الأخيرة في قطاع كرة اليد سواء رجال أو سيدات يمكن الكابتن محمود الخطيب على فكرة أكد اعتزازه بما قدمه الفريق خلال الموسم المنقضي وأن مجلس الإدارة كان حريص على توفير كل ما يمكن لتحقيق أفضل الإنجازات فريق السيدات على فكرة بيقوده فنان الكابتن محمد عادل لكن طبعا فيه شغل على مستوى قطاع نشاط كرة اليد كابتن ياسر لبيب فيه مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي فانت فيه هرم بتشتغل من خلاله جهاز فن كرة يد سواء رجال أو سيدات بتروح لقطاع كرة اليد من خلال الكابتن ياسر لبيب بتروح لإدارة النشاط الرياضي من خلال الكابتن خالد العوضي بترجع بعد كده بقى ايه لرأس الهرم مجلس إدارة النادي الأهلي فيه سيستم فيه نظام فيه عمل ويمكن حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس الردارة النهاردة أن يقرم كل لعب وكل لعبة على الإنجازات التي اتحققت يعني ما تشوف فريق السيدات أهو انا بنشوف بعض اللقطات أهياء على الشاشة والتكريم النهاردة كانت ظهري في مقر النادي الآلي بالجزيرة جمعوا الدور والكاس حققوا برونزية كاس الكوس الإفريقية وإحنا كمان على مستوى كرة اليد في إفريقيا بنحاول نرجع للريادة من تاني بعد سنوات طويلة كانت كرة اليد المصرية على مستوى السيدات تحديدا كان بعيد فده شيء طيب جدا المهم كمان أن الكابتن محمود الخطيب النهاردة هو بيكلم في الإنجاز اللي موجود أشار للكابتن خالد العوض ومدير النشاط الرياضي وقال له حضروا للمسم اللي جاي نجحنا حققنا ولكن مهم جدا يتم التحضير والتجهيز مبكرا للمسم القادم سواء محلي أو قري وليه لا ننافس كمان على المستوى العالمي كمان في حاجة تانية مهمة جدا اللاعبات اللي قدامنا حققوا الفوز في 30 مباراة على التوالي وده رقم مهم جدا لفريق الأنسات لكرة اليد في النادي الأهلي وشغل عالي بصراحة سواء للعبات أو للجهاز الفني والإداري والطبي فيه كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب النهاردة قالها لفريق كرة اليد للسيدات وللعبات وللجهاز الفني والإداري والطبي تعالوا نسمع ونشوف الكابتن محمود الخطيب قال إيه ونرجع لسه نتكلم كمان على تكريم فريق كرة اليد ريجال الحقيقة مع نهاية كل موسم ويبقى فيه دايما سعادة فإن إحنا بنلتق مع بعض وإحنا فايزين وإحنا محققين شيء طيب لنادينا وكمان في تاريخ كل واحدة في كل كل لعبة بتكسب ده يضاف للنادي ويضاف لتاريخ كنته كمانا بعد إن شاء الله ما تكبروا كده في السن وتكون عديد مكانها فتفتكروا الأيام دي تفتكروا منتو يعني حققتوا مرد كويس أو تاريخ كويس لكن النجاحات الموجودة بجهاز فني على مستوى عالي وانطموعة لعيبة برضو على مستوى عالي وروح طيبة بين الجميع أعتقد إن ده من أهم أسباب النجاح إحنا كماجرس إدارة المفروض إن إحنا مهمتنا إن إحنا نوفر لكم كل الإمكانيات اللي من خلالها ممكن تحققوا بطلوب منهم طلبت الحقيقة من أستاذ خالد العوادي وبعليم الكابتن خالد العوادي علشان أعرف مسائلتنا السنة دي هيتعاملة إزاي يعني مرخص أنا طبعا أعرف ده بس أنا طلبتها عشان أبقى شايفها أدامي وانتو السنة دي كان عندكم المفروض لعبته خمس بطراب كسبنا الحمد لله دولي مكسور المكاس وكاس السوبر لأفريق 3 نتالت أفريقيا بطولة أفريقيا اللي عندها بطولة كاس 3 نتالت بطولة أفريقيا اللي عندها بطولة دورة لعمة راب مش عايز أقول زي ما بعض الناس يقول ده كده كويس كده مش كويس بالنسبة أن إحنا كنادي آف وكتموح اللي إحنا نحب إن إحنا نشوفه فيه إدارة آف شيء طيب وشيء كويس أن إحنا نأخذ بطولة المحلية واخدينها يعني كذا سنة وربعة ده شيء طيب جديد عايزين يعني نوصل نفكر بقى بإذن الله في البطولة الكرية ومشاركات العالمية مش عايزين أبدا نحنا نقل مش عايزين أبدا نروحنا تقلي والتوافع اللي إحنا بنتميز بها كنادي الأهلي واللغو اللي أنتوا لابسينه ده هي ده شخصية الأهلي شخصية الأهلي بننسى الكلام اللي أنتوا حطينه دوت بننسى خلاص ونفكر في الجاهل ده عشان تستمروا وعشان بلغو تكتبوا تاريخ لناديكم وليكم ده أمر مهم جدا لقطات مبهجة بصراحة بتجينا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة على الإنجازات الطيبة اللي اتعملت خلال هذا العام والله العظيم يعني محتاجين حلقات وحلقات عشان نتكلم على الشغل الكبير اللي بيحصل من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية منظومة النادي الأهلي بتشتغل عشان تسعد جماهير النادي الأهلي في كل مكان ده لسه جبال لما تشوفوا بقى الانجازات اللي هتحصل والكلام المهم اللي هيحصل في الساعات القادمة والأيام القادمة اش عايز أتكلم في التفاصيل غير لما يتم إعلانها رسمي لكن أنا عايز أقول لكم والله الإسبوع ده في أخبار يعني هتسعد جماهير النادي الأهلي في جميع أنحاء العالم احنا داخلين على مرحلة لا حصلت قبل كده ولا يعني الناس هتحتاج تعمل شغل مضاعف عشان تشوفها كمان فيما بعد لأن احنا بمشتغل أو بنشوف شغل كبير جدا على كافة الأسعادة ولما بتتكلم عن الإنجازات حتى على مستوى الألعاب الجماعية أو القطاع كورة اليد الواحد حتى من كتر ما بيشوف الإنجازات مش عارف يتكلم أو يوصف اللي احنا بنشوفه ده ازاي لكن ادي جزء متعلق بإنجاز فريق السيدات إنجاز فريق الرجال النهاردة احنا بنتكلم على تتويج ببطولة إفريقيا للأنداء أبطال الدوري تحقيق كاس السوبر المصري تحقيق كاس السوبر الإفريقي تحقيق بطولة الدوري بعد إقامة نظام جديد بنظام البست أوفسري والفوس في مباراتين وخسارة اللقاء وكلنا عارفين اللقاء للأهل خسروا يعني لكن التأهل لكاس العالم للأنداء السوبر جلوب وشايفين اللقطات المبهجة واللقطات الجميلة لمجلس إدارة النادي الألوة بيكرم فريق رجال كورة اليد بالربعية كابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتجي دكتور محمد شوقي دكتور مهند مجدي الكابتن خالد العوضي يعني ديفيد ديفيز طبعا مزير الفني دكتور محمد دا سراج الدين عضو مجلس الإدارة الكابتن ياسر لبيب ونجوم وأبطال ورجال كورة اليد في النادي الأهل على الإنجاز الكبير أنت بتكلم في ربعية وبتتأهل للمرة التانية لكاس العالم للأنداء السوبر جلوب يعني إنجازات كبيرة جدا وبتكسب مين بتكسب المنافس التقليدي لك هنا في مصر أو حتى بره مصر وهو المنافس التقليدي للأهل محليا وقريا هو نادي الزمالك خدت منه السوبر الإفريقي خدت منه الدوري آخر مسابقة انتهت منذ أيام قليلة جدا على فكرة هي مش محد الصدفة كلام دا بالصدفة مع أصل الصدفة ممكن تبقى فريق كرة طب اليد طب السلة طب الطيرة طب الإنشاءات طب فرع التجمع طب فرع أكتوبر طب استاد النادي الأهلي هل كل دا محد صدفة؟ لا دي ناس بتشتغل ناس مبتعملش حاجة غير النية بتشتغل ليه؟ هتتكلم مش هتشتغل لكن إيه اللي يتكلم عنك هو شغلك ده اللي احنا بنتعلمه حتى احنا كمحبين للنادي الأهلي فيه فلسفة عايز تنجح تشتغل هتتكلم كتير مش هتشتغل يبقى مش هتنجح ده درس احنا ممكن نتعلمه في الحياة شغل النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي مش بتقدم بس على البطولات والإنجازات هي بتقدم كمان دور مجتمعي ايه هو الدور المجتمعي؟ بص على فلسفة هذا النادي وقيادات ومسؤولي هذا النادي هتلاقي إن فلسفتهم في العمل أو في الحياة هو العمل يبقى بالتالي لو احنا مشينا بنفس الفلسفة دي أكيد هننجح هنتكلم كتير مش هننجح هنظهر كتير في الإعلام مش هننجح هنرد كتير على الشائعات اللي موجودة اللي لما بيكون فيه حاجة تستحق الرد يبقى مش هننجح فاللي احنا بنستعرضه ده هو نتاج شغلي كبير جدا مش بيحصل بس السنة دي ده بيحصل على مدار سنوات وتواصل أجيال سواء على مستوى اللعيبة والأجيزة أو حتى على مستوى مجلس الإدارة سمعنا وشفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب مع فريق السيدات تعالوا نسمع تعليق الكابتن على إنجاز فريق الرجال طبعا احنا صحية سعداء جدا ان احنا معاكم النهاردة واحنا عايزين كنا زمان كده عملنا حفلة جماعية لكل الناس فاحنا قلنا لازم الاحتفال يبقى مع الفرقة عشان نشوفهم وشفونا ويكون فيه أكثر يعني قريبين من بعض أكتر يعني وعنا النهاردة احنا يعني حرسين كمجلس إدارة ان احنا نعود معاكم على أساس نتابع مع بعض او نتكلم مع بعض مش بس على التكريم مش بس على ان احنا نشكركم على اللي حققته لكن كمان عشان نبقى صرحة جدا مع بعض وعشان نفكر في المستقبل فأنا الحقيقة طلبت من الكابتن خالد العودي أعرف تفاصيل كاملة عن الموسم والنتائج الموسم فأنا بطولة أفريقيا اللي أبطالة دوري أول الحمد لله كأس السوبر المصري أول الحمد لله كأس السوبر لأفريقيا أول دوري المحترفين أول أوكي أربع بطولات وأربع بطولات بنعتزل بها جدا ولكن لازم مع البطولات لازم نكون واضحين مع بعض وصرحة مع بعض ما ينفعش إننا نخرج من كأس مصر الرياضة فيها كل حاجة وفيها مكسب وخسار وممكن نخرج وممكن نخسر ولكن اللي مش ممكن إن احنا نعملش اللي علينا أو مش ممكن إن احنا ما نقومش بدورنا صح فبنخرج من كأس مصر من دور الستاشر مع البنك الأهلي وأفريقيا ودي الحاجة اللي مزعلنا أنا شخصية إن انتوا بقالكوا دلوقتي تاني سنة أو تالت سنة دي على التوالي التاني سنة تالت سنة على التوالي تاخدوا سوبر وتخسروا أفريقيا طرح ما تقدروا تاخدوا كل حاجة خدوا كل حاجة لكن لازم مع الارتزام والجدية والإصرار والعزيمة مع الجانب الفني لازم ده يبقى ده يعني الهدف بتاعكم اللي هو ما يتغيرش عازين الكاس اللي جاي والدوري اللي جاي وأفريقيا اللي جاي لازم تفكر فيه تفكر فيه بقوة إنك تستحقوا ده وتستهلوا ده وتقدروا عليه ده اللي أنا كنت عايز أقول لكم جماعة بشكركم على الموسم بشكر الجهاز بتاعكم على الموسم إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل بإذن الله في سياق حديث الكابتن محمود الخطيب قال جملة مهمة جدا قالك الكورة أو الرياضة مكسب وخسارة ولكن مطلوب منك وإنت بتلعب أي مباراة نفسية إنك تأدل عليك ممكن تخسر وارج جدا ولكن تأدل عليك لما تأدل عليك الناس أكيد هتراعي ده وتشوف إن أنت عملت كل اللي عليك لكن مهم وإنت بتدخل أي بطولة لازم تكسب كل البطلات ومعروف إن الرياضة دايماً فيها مكسب وخسارة ولكن وإنت داخل البطولة بتلعب على إنك تكسب وده اللي بيخلي دايماً النادي الأهلي ورقم واحد الكلمات دي والتفاصيل دي هي سر نجاح النادي الأهلي دي كانت أبرز القضايا والملفات والأخبار والتكريم المهم اللي كنا بنعرضه النهاردة معنا في برنامج الترند نطلع نشوف دلوقتي آخر أخبار الترند ونشوف بقى الجانب الآخر اللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة على النادي الأهلي بشكل عام نطلع فاصل لآخر أخبار الترند ونرجع نشوف ترند الأهلي والترند المحلي والترند العالمي